انقذوا السودان احموا النساء من الاقتصاب تخيل لما نبقى في 2023 وده لها اشتاج المنتشر في السودان امبارح نداءات استغاثة بتطالب بحماية النساء في السودان من الاقتصاب اللي بيرتكبوا قوات الدعم السريع بقيارة محمد حمدان حمدتي الدقلو والمدعوم من الامارات اللي حصل امبارح ان ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني بيسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان بيرتكبوا انتهاجات كبيرة جدا بينسحب الجيش السوداني الجيش بيقول انه بيفتح تحقيق وهو على بعد الاف الكيلومترات عن المدينة تقريبا كده جزء كبير جدا من ولايتي دارفور او اقليمي دارفور وكيردبان بيسيطر عليها قوات الدعم السريع بتسيطر كمان هي على ولاية الجزيرة يعني القصة ميدانيا يبدو انها بتحسم لحمدان حمدتي المدعوم من الامارات بداية القصة في 15 ابريل اللي فات لما حصل امقسام ما بين حمدتي وما بين الجيش كانوا متحلفين مع بعض ولكن حمدتي قرر ان الجيش ده خاين وقرر انه بيجيب قوات اجنبية وفاكرين كلنا العساكر المصريين اللي كان احتجازهم وبعدين تم الافراج عنهم بعدها بفترة الواقع في السودان دلوقتي احنا بنتكلم عن 12 الف قتيل في 8 شهور بنتكلم عن تقريبا 8 مليون نازح من مدن سودانية بنتكلم عن ميليشيا مسلحة مدعومة من الامارات بالسلاح بالفلوس سياسيا لوجستيا كل حاجة الامارات واقفة في ظهر حمدان حمدتي ورجل اعمال يعني من اثرياء العالم العربي بال العالم كله وهو نجيب سويرس بيدعم حمدان حمدتي وقال انه هيعمل مع الدعم السريع بيزنس في موضوع الدهب ومناجم الدهب اللي هناك وكده احنا في ازمة كبيرة جدا بلد عربي اخر بيتمزق امام اعين الجميع المفترض ان السلطات المصرية بتدعم الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان اللي زار السيسي اكثر من مرة لكن اللي حصل دلوقتي ان مصر واقفة على الحياد عشان الامارات بتدعم حمدتي فاحنا مش قادرين ندعم الجيش السوداني ولا نعمل اي حاجة الصورة هتوصل لفين الايام الجاية واضح انها ايام صعبة جدا على السودان النشطاء ومراكز حقوق الانسان منظمات الحقوقية السودانية بتوثق حالات اقتصاب في الساعات القليلة الماضية البنات والنساء هناك بيطلبوا حبوب منع حمل وبيسألوا شيوخ عن فتاوى لو حصل يعني تعرضت لاقتصاب بتقتل نفسها ولا لا الوضع كارثي احنا امام ميليشيا مسلحة بتمزق السودان على بعد خطوات من مصر من حدود الجنوبية المصرية كل العالم واقف يتفرج العالم العربي بيتفرج مصر بتتفرج لسبب واحد بس ان محمد بن زايد الرئيس الاماراتي ودولة الامارات بتدعم هذه الميليشيا المسلحة في السودان يوم 10 ديسمبر اللي فات السلطات السودانية طردت 15 دبلوماسي اماراتي طلبتهم بالخروج لان هما بيدعموا حمدان حمدتي اكتبوا عن السودان انشروا عن اللي بيحصل في السودان انقذوا السودان واحموا النساء من الاقتصاب وحد يقول للامارات العربية المتحدة تشيل ايدها من السودان ومن الدول العربية